مجموعة العشرين اللي تحكي على غزة وأوكرانيا كما قلت وليد وزراء خارجية مجموعة العشرين اجتمعوا اليوم في قمة تستمر على مدى يومين في البرازيل نتائجها المحتملة نزاعات وأزمات من حربي غزة وأوكرانيا ونحكيوا على الانقسامات المتنمية يشارك في القمة هذه وزيراء الخارجية الأمريكي والروسي سيرجي لفروف في اجتماع اللي تم عقده في ريو دي جانيرو وهو أول لقاء رفيع المستوى لمجموعة العشرين للعام هذه لكن يغيب على الاجتماع نظيرهم الصيني البرازيل اللي تسلمت الرئاسة الدورية للمجموعة في الهند نحكيه على أمل حيال ما اعتبره رئيس البرازيل المنتدى الذي يحظى بأكبر قدر عليه التأثير إيجابا على جدول الأعمال الدولي الرئيس البرازيلي جعل من أصلاح الحوكم العالمية أولوية قصوى للمجموعة العام هذه إلى جانب الحد من التغيرات المناخية ومكافحة الوزير البرازيلي سعى لجعل مجموعة العشرين مساحة لإيجاد أرضية مشتركة سيواجه بغضب أمريكي من تصريحات اللي اتهم فيها إسرائيل ذكروا اللي الرئيس البرازيلي اتهم إسرائيل بارتكاب إيبادة وقارن حربها على قطاع غزة بالهولوكوست وبعد أكثر من أربعة أشهر ميناء على الحرب العنيفة لتشنها إسرائيل على غزة لا تلوح في الأفق مؤشرات على تقدم نحو إرساء السلام نذكروا اللي البارح لولايات المتحدة استخدمت حق لذيتو للمرة الثالثة خلال التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف لإطلاق النار القرار كان ميناء الجزائر كما أن الأفق قاتمة أيضا بشأن حرب روسيا في أوكرانيا واللي ينقسم أعضاء المجموعة مجموعة العشرين بشأنها رغم ضغط من دول الغرب نحو إيدانة المجموعة مجموعة الحرب الروسية في أوكرانيا فإن القمة السابقة اللي تم عقدها في نيوديلهي انتهت ببيان مخفف ندد باستخدام القوة لكن دون أن يسمي صراحة روسيا التي تقيم علاقات ودية مع أعضاء المجموعة كما الهند والبرازيل وكما ذكرت زينب موقف الرئيس البرازيلي في الويكيند اللي فات بوصف ما تتعرض له غزة بإبادة وشبهها بالهولوكوست شبهها بالمحرقة اليهودية في الحرب العالمية الثانية وهذا من تجعله توتر ديبلوماسي كبير بين الكيان المحتل والبرازيل مش نبقا في غزة لكن المرة هذه من خلال مقال في جريدة هاريتس بالضبط هاريتس هو المقال ما تخرج اليوم يعني نهر واحد وعشرين في جريدة يوم الصباح يقول أنه العنوان يعني يقول أنه المعتفى مشكون من الجيش الـ top lawyer يعني في الـ IDF يعني هو جيش الكيان الصهوني يقول بعض من الجنود ولا تصرفهم يعني إجرامي وهذا يظهر لي تم التوثيق لي يعني إذا كان شاهدوا من أهلها هذين نشوفوا فيه كل يوم بالصور يعني خلاف الهجومات على الأفراد يعني الهجومات على الإعانات معتها القتل الصحل بعضه معتها حد معتها مرة بش مرهينة بش معتها المستشفى بش يقولهم أخليوا المكان وبعض قتله الرهينة يعني حاجات فضيعة ما تنشوفوا فيها أيضا في نفس السياق في هارتز زيدة بن سامويلز يكتب يعني اللو ميكر نحكيه على نائب من النواب الأمريكان اللي هو الجمهوري النائب هذين صوروه هو يقول يعني هو وجهوه الناشطين معتها والمظاهرين مع القضية الفلسطينية فقال لازم نقتلهم الكل اسمه أندي أوغلز النائب هذين يعني أكثر من هكا فضاعة وبشاعة اليوم هو من المتنسي أصله نائب من النواب الجمهوريين دونك كي اعترضوه المظاهرين مع القضية الفلسطينية ما تقال الجملة هذي اللي هي تحريضة على القتل يعني ولهين مفروض ما تيعاقب عليها القانون اللي هي جريمة اللي هي جريمة بالضبط اللي هي ذي جريمة ونقرأ من موقع هارتز لكن بالعربي اللي أنه المقال اللي أنت يكون تقرأ منه هو مقال باللغة الإنجليزية مقال خرج عنده ثلاثة يام نهارة ثمونتاش في بري إسرائيل لا تتصرف كمن يريد التطبيع بل كمن يخاطر باتفاقيات السلام القائمة ولو شابو متاع المقال جلب انتباهي بصفة خاصة المجتمع الدولي ملأ انتظار اليوم التالي ويدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطينية الحكومة لا تملك أي رد على ذلك سواء التصريحات الفارغة نذكر لي احنا قاعدين نحكيه على موقع إسرائيلي موقع هارتز ولو هو متسمي على اليسار الإسرائيلي هو فيه جانب من الاعتدال في بعض المواقف بمعتدل اكثر من دي ميديا كيما تقولها انت اكثر من دي ميديا اوكسيدنطو اخرين وحتى عربية وحتى عربية حتى في بعض الاحيان بعض وسائل الاعلام العربية في كل الحالات الاخبار اللي البارح كان نعرش اذا كان صدم البعض ولكن على الاقل يكشف مرة اخرى بيواجه مكشوف كيفاش تدار هذه معنى هذه الامور الفيتو الامريكي البارح في مجلس الامن على القرار بوقف اطلق النار من طرف الجزائر يبدو لي رد واضح وصريح ولا يستحق اي تعليق وبريطانيا امتنات زيدا ديك اركز على بريطانيا امتنات بريطانيا اللي هي اليوم السبب في اللي قاعد يصير وهذا يأكد كلام العقيد بعد التصويت هذي الوزارة الخارجية الامريكية تقول البارح في بيام انه هي قاعدة تلعب في دور الوساطة لياجد حل لوقف النار قبل شهر رمضا نعم يقول الحاجة وعكسها معناه وانتي افهم وحدك اختار المعلومة اللي تحب عليها اللي يسبق وحدك يرحم العقيد كان يقول طز مرة ثانية في امريكا وبريطانيا فر لي احسن ما نختمو به اليوم احسن ما نختمو به شكرا هجربوا جمعة زين بالباستي في الاعداد في الاخراج كانت معنا اماني بن ناصر محمد لحمر رفقنا في الديجيتال نتقابل وغدوه ان شاء الله في نفس التوقيت من الخمسة لسبع لايكس بخسافهم في لامان وبي باي